الحلقة 18 من مسلسل جعف العمدة تتصدر وتسيطر على الدريند بعد عرضها واحدثة اللي كانت مسجأة لكل جمهور وشاهدي وتابعت رفزيون وطن في كل مكان أهلا وسهلا بكم في نشرة فنية جديدة حلقة النواردة شاهدت اكتشاف سيد العمدة اللي بيقوم بدوره الفنان أحمد فائد قيام ويدان بسنعه والزواج من شوقي فتح الله اللي بيقوم بدوره الفنان الأردني منذب وعلى أسرها قامت خناءة جبيرة سلحارة اللي بيعيش فيها عقلات جعف العمدة وعقلات فتح الله في نهاية الحلقة بيتم القبض على سنان محمد رمضان أثناء عودة بن رسارج وأحد النجوم حلقة 18 والنهاردة السنان أحمد فائد اللي بيقدي دور سيد العمدة واني عدد كبير من النقاط ووصفوه بإنه من أهم وأجمل اكتشافات رمضان 20-23 خلونا نستقبل الفنان أحمد فائد معنا أهلا بيك يا أهلا وسهلا وحضراك طيب وبأنف خير منوّرنا المرة التانية على شست الوطن وبجرد أدائك ودورة الكل بيتكلم عنه وحضراك أكيد متابع السويشان ميديا عاملة إزاي والله الحمد لله نعمة أحمد رب عليها الناس كلها بتتكلم والناس كلها مبسوطة يا رب أكون سبب في إسعاد الناس يا رب بتابع ردود أفعال الناس بعد الحلقة 18 أكيد النهاردة وأكيد فيه جدا كبير جدا وغاسع حصن فيه وسلسل جافع العمدة بعد دورك وبعد اللي حصد بتتبع بدون الأفعال ازاي؟ والله الحمد لله يعني في الناس تتكلموني ده رد فعل محمد بن زمالي وتعملوا معي مداخل لما هو ده رد فعله الحمد لله على الهوى بحمد ربنا سبحانه وتعالى شغل اللي حملناه وعلى مجهود زمالي كلهم مش أنا الوحدي طبعا بشكر السيد محمد ثاني وبشكر السيد محمد رمضان وبشكر الشركة المتحدة يعني بشكر كل من سالم في إنجاح هذا العمل اللي بسط الناس هو أهم حاجة تكون الناس مبسوطة إحنا دعبنا جدا والحمد لله النتيجة على قد الجوت وكل سنة والتطيبين حلقة طيب وبقال سفير طبعا كلنا متابعيني السوشال ميديا وكلنا بقى عندنا فضول نعرف سيد هيعمل إيه فودات بعد اللي حصد ولا هيستمر إنه هو يمزل طيب ولا هيطلع فيه شخصية شرية في الآخر في سيد وهيافة حقه والله هنشوف في الحلقات اللي جاية إن شاء الله إلا هيحصل خلاص اللي يعني الحلقات كلها كل الخيط بتتكشف دلوقتي وما بقاش فيه حاجة مستقبية اللي بكله بقى على المكشوف إن شاء الله فيه مفاجئات في الحلقات اللي جاية هتعجب الجمهور كدا يارب نكون عادرين نستحوز على انتباه الجمهور ويتكون الناس مبسوطة وأهم حاجة إن الناس مبسوطة إيه أولا ده الهدف من التكنية كلها طب عاوزين نعرف منك إيه أبطر مشهد صعب كان بالنسبالك وهل موصلنا لي ولا لست؟ كل المشاهد في وسلسل جعفر العمدة صعبة مفيش مشهد وبالأخص مع الوسلاز محمد ثاني مفيش مشهد سائل ومشهد صعب العمل الدرامي عمل متسلسل كل المشاهد مرتبطة ببعض المشهد الصغير لنفس الدرجة من العامية مع المشهد الكبير كل المشاهد كانت صعبة مفيش مشهد سائل ومشهد صعب يعني إحنا منتظرين الفترة الجاية في مسلسل جعفر العمدة هنلاقي مساجئات تانية غير السبعتاشر حلقة والتمتاشر حلقة اللي فاتوا وازبوط كده؟ آه المسلسل يعني بس فيه صراع من نوع جديد كده بيحصل وهو ده الحلو في المسلسل ان شاء الله وانا شايف ان درد الفقر كويس جدا ان الصراع متكافئ في كل الاتجاعات والصراع بيروح هنا وبيروح هنا وفيه زوايا حلوة بيقدر في المسلسل الجمهور قاعد بينتقل من مكان لمكان ده اللي عمل الحالة الجدلية اللي في المسلسل يارب نكون قادرين نستحوز على انتباه الجمهور ده فعلا اللي حصل خلال مشاهدتنا لمسلسل ناس ده مكانش عارفة ان حضرتك ابن اخت الفنان القادير الراحم سالد صالح مزبوط كده؟ مزبوط يا فانده طب ايه افضل نصيحة اتعلمتها في مشوارك من الفنان القادير فاند صالح؟ آه كل حاجة لو يعني عادت اقول مش هنخلص اقول لبقرة اصح كتير جدا اه اهم يعني ما بيحضرني دلوقتي ما تعملش حاجة انت مش هدعها يعني ما تعملش تكوتيبين واندرسة في عول الطريق ما تعملش اخواص صحفي انت محدش نستعرفك هتعملش حاجة انت مش هدعها لما تبقى وتمكن منها ابحب دعت يا استاذ احمد سبهين بجد كان مسلسل رائع وشايتين ادوارك حضرت بتأديها بشكل متقن جدا معلن عن ناس الناس كلها بتحب سيد ناس كتيرة متعصفة مع سيد وناس كتيرة مستنية سيد هيعمل ايه تنهاية وسادت بجعفة العمدة شكرا جدا ليك متساكر جدا يا فانده مدعوتك والله ما تنسناش بالتعار شكرا جدا وكده مشاهدي ومتابعة الفيزيون وطب في كل مكان ان يكون ووصلنا لنهاية نشرة الفنان وشوفوا في نشرات اخرى على سير